المشكلة ان للنواب اهم من يدورون ويحمون الحكومة وصاروا مفاتيح انتخابية عندها صاروا مفاتيح انتخابية عند الحكومة بعت الرئيس الوجراء شتسوون او اي وزير اخر خاصة شيوخ شتسوون وزير الدفاع هذه ما فيها مننا لما ان احنا نقول المواطن هذا حق وكفل الدستور احنا نساوم الحكومة ونفاوضها على حق للمواطن هذا الامر بعدين نربط الاخوان قالوا قالوا والفتوى مربو انها لابد وبيان اللي طلع عنها بربطوا القضية الاسكانية الكويت كلها ما شافتها بعدين الاخ بغنام يقول هذا شرف انها تكون لي زين والامر الشرعي انت تقول شرف تحل القضية الاسكانية والامر الشرعي يعني عادي الامر الشرعي الامر الشرعي بق عادي هذا ما يجوز او شيخ حمدان اللجنة الاسكانية صار لها سنة كاملة تعمل في حل قضايا القضية الاسكانية كلها بما فيها المطلع وخيطان ولا لا بد ان تفرق بين البنية التحتية والبنية الفوقية لا بد ان تفرق بين عمل مؤسسة الرعاية السكانية وعمل بنك الاتيمان اللي نتكلم عنا حن عن منطقة مطلع ومنطقة خيطان نتعمل عليها اللجنة الاسكانية صالها اشهر واسابيع في حنك ما انك ما تعلم عنها انت هذا الامر اسابيع كاملة وحن من اول ما اقسمت الحكومة وحن نجس في جلسات جانبية حتى في العطلة الرسمية وحن نجس مع الحكومة لحل هذه القضية ولا ولا يوجد ربط نهائي لا من بعيد ولا من قريب في قضية الاستجواب استجواب قناعات وذمة وضمائر وشهادة هذي نساءل عنها ماما اللهم القيامة لانه ربط في قضية ماطن